السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من الله ان تكونوا بخير و بصحة اليه. يلي اتبعد اشتركوا ومنسوش تعمل اشتراك في القناة واتفعلي زر الجرس ودعمونا بلايك عشان يوصل لكم جديد والان ووفيقهم بعسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء اثنين تمانية الفين اثنين وعشرين ونبدع. تراوح سعر الدولار اليوم بين 18.9 مئة جنيه الشرار و 18.7 مئة جنيه للبيع في اشعر البلوك المصري وهم بنك الاهلي ومصر ضمن اثعار العملات اليوم في مصر. اما بالنسبة الاسعار الدولار في البنك الاهلي استقرر سعر الدولار مقابل جنيه المصري في البنك الاهلي اليوم واقترب من كسر حاجز 19 جنيه حيث سجل 18.97 مئة جنيه شرار اي اقل من 19 جنيه بمقدار 3 قروش. الدولار مقابل جنيه المصري البنك الاهلي اليوم سجل 18.91 مئة جنيه شرار كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي 18-97 من 100 جنيه اللي بيع ضمن اتعار العملات اليوم في مصر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يبحث الكثير منه عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عنده 18-91 من 100 جنيه الشراء ويبحث المصريون واصحاب الاعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عنده 18.97 من 100 جنيه للبيع أما بالنسبة للسعر وجاء أثار الدولار اليوم في معظم البنوك بين 18.97 من 100 جنيه شراء أما البيع فسجل 18.97 من 100 جنيه للبيع وبالنسبة لتوقعات الدولار سعر الدولار وعن توقعات سعر الدولار في الفترة القادمة فهو مرشح للارتفاع بحسب خبراء في سوق المال وتكشف كل توقعات سعر الدولار اتنفاع أسعاره أمام الجنيه خلال الفترة القادمة من نقص الاختياط الدولاري وبهذا قد أفهناكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء اثنين تمانية الفين اثنين وعشين لا تنسوا بشترافة في زر رئيس دعم البرائيس والسلام عليكم ورحمته وبركاته